هذا ما يدفعنا للحديث عن تصاعد مستويات الجريمة في المجتمع الجزائري وهو ما دفع الأئمة إلى تخصيص خطبة الجمعة لهذه الظاهرة لتوعية المواطنين متابعة مع أبراهيم برقاش ومحمد سعداوي جرائم القتل المسجلة مؤخراً حركت أئمة المساجد فمنهم من خصص خطبة الجمعة لهذه الظاهرة التي بدأت تأخذ منحنايات خطيرة في مجتمع مسلم النفس البشرية فيه أكثر من مقدسة لا شك أن المسجد يعالج كل القضايا المتعلقة بما يتعلق بالمجتمع ويعالجها بأسلوب الحكيم وبأسلوب دعاوي رزين وهذا ما أشرنا إليه في خطبة الجمعة ودرسها حول الحديث على كل أنواع العنف والتعدي والظلم وأن هذه أشياء منبوذة في مجتمعنا وفي ديننا وليس من أخلاقنا ولابد للبحث عن كل ما أرت إليه أوضاع المجتمع من إيجاد الأسالب الواقية الراقية لعلاج المجتمع برمتين رسالة الأئمة أدركها المصلون جيداً فعلى المجتمع تحمل مسؤوليته للقضاء على ظاهرة لم تكن أبداً من خصاله تحرك الأئمة لمعالجة قضية بدأت تأخذ منعرجات خطيرة فمتى يتحرك باقي أطراف المجتمع شكراً